السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم وصحابي حبيبي عاملين ايه? اتمنى تكونوا بخير جات لنا استفسرات كتير حقيقة على الصفحة وعلى رسائل الصفحة ناس جاولنا حتى من على اليوتيوب ووصلولي على الصفحة واللي كتابولي على اليوتيوب لو سمحت يردي على رسائل عايزين تاني اشرح التزايد اللي احنا عملناه فيه الصدر الدائري ده الحقيقة الفسان اللي احنا كنا عملناه كنا سلمناه لان احنا عاملينه البنوتة عشان تلبسه على العيد ان شاء الله كل سنة وانتو طيبين فاضطريت ان انا عملت لكم الصدر التاني اهو بنفس الشكل تمام? وهنشرح طريقة التزايد في الفيديو ده ازاي? نوصل لحد حد تلقبط والفيديو اللي اجا ان شاء الله هنشرح التأسيمة عشان بس الفيديوهات ما تبقاش طويلة تمام? فالفيديو اللي فات انا شرحت لكم ازاي تشتغل غرزة الفونديشن اللي احنا بدأنا الشغل بتاعنا بغرزة الفونديشن يعني مع مناه السلسل مع مناه السلسلة وبعد كده بننا عليها الاعمدة لا اشتغلنا على طول بغرزة الفونديشن وشوفيها الفيديو اللي قابلي ده على طول على الصفحة عندنا تمام? هاتشتغلي السطر الاولاني ده بناء على ايه? السطر الاولاني ده هتاخديه بناءا انا هقولك لكل المقسات عشان لما تعمليه كبار او صغار محدش يقولي كم سلسلة انا بشغلش بالسلاسل انا بشغل بالسنتيمتر يا اما هتاخدي دوران الرقبة تحطي المتر على الرقبة اللي انت بتعملي لها ماشي بالسنتيمتر تطلع زي ما تطلع كبار او صغار هتضيفي اليها تمانية سنتيمتر يعني افترض لو بتعمليه للكبار ودوران الرقبة طلع اربعين يبقى هاتزودي تمانية بها تشتغلي السطر الاولاني لحد ما توصلي لتمانية واربعين سنتيمتر مش غرزة سنتيمتر تمام كده ويطلع الاعداد زي ما تطلع من الاعداد لان انا في تقسيمة السدر الناس دايما تقولك عميل عدد يابا الاسم على الاربع والكلام ده احنا مش هنقول الكلام ده خالص يطلع العدد معاك زي ما يطلع في التقسيمة انا هزبطلك الدنيا تمام يبقى دي اول خطوة يبقى هنشتغل السطر الاولاني اما على دوران الرقبة زي التمانية سنتيمتر بس سنتيمتر يا اما تاخدي دوران الرأس بس تاخدي دوران الرأس منين لازم المتر يمر بالأذن ماشي بالأذنين تخلي المتر يمر بالأذنين والجبهة ماشي وتاخدي المقاس بتاعك بالسنتيمتر وبعدين تضيفي عليه خمسة سنتيمتر خلاص كده يبقى السطر الاولاني يا اما هنشتغلوا على كده يا اما على كده كده صح وكده صح خلاص طيب هنبدأ نشتغل السطر الاولاني بغرزة الفونديشن زي ما انا قلتلك ومو بتعفيش تعملي غرزة الفونديشن اعملي سلاسل بس اعملي سلسلة لو انت بتشغلي الخيط بابرة 4 فعملي السلاسل بابرة رقم 4.5 وابدأي اشتغلي عدد من الاعمدة ايا كان بقى بطريقة الياب الفونديشن او بسطر السلاسل وعليه اعمدة ايا كان لحد ما توصلي لاي من المقاسين دول خلاص ده السطر الاولاني خلاص كده يبقى ده الايه السطر الايه الاول السطر التاني هنعمل ايه هتبداي السطر التاني هتشغلي ايه زي ما انت شايفة كده انا هوريك اه هتشغل غرزة بدون تزايد وغرزة بدون تزايد وبعدين في الغرزة التالتة هاعمل تزايد اقرر تاني غرزة بدون تزايد غرزة بدون تزايد وبعدين غرزة بدون بتزايد تمام ده السطر التاني تعالي نشوف ما بين التزايد والتزايد في يد ايه بين التزايد والتزايد عندي غرزتين عندي غرزتين طب السطر التالت يبقى انا السطر التاني بص شايفة اهو انا اشتغلت هوت العملية هى جماعة انا هنا بشرح مش عايزة اورك انت عارفة غرزة العمون وطبا انت بتذيه الشغل المنتج فانت عارفة الغرز فالشان كده انا بشرح الطريق غرزة من غير تازايد وغرزة من غير تازايد الثالث اللي بعديه هنشيغله كله بدون تازايد انا بوضحك هو على الكاميرا هاجيبك من اللون اللي انا تمام وهو. السطر الاول التاني الثالث هو بدون تزايد تمام يبقى السطر التالت هنشتغله بدون تزايد ولو تلاحظ ان هو سطر فردي السطر الرابع تمام هنشتغل ايه المفترض اني تشتغلي واحد اتنين تلاتة وبعدين تزايد مش كده دي انا بشغل كده على اربع غرز واحد اتنين تلاتة اربعة تمام بس انا مش هعمله كده انا هعمله ازاي عشان ما جيبش التزايد في اخر السطر هنا كده هجيب التزايد في اخر السطر انا مش عايز اجيب التزايد في اخر السطر هشتغل غرزة من غير تزايد وغرزة من غير تزايد وبعدين تزايد وبعدين غرزة من غير تزايد نقرر غرزة من غير تزايد غرزة من غير تزايد تزايد وبعدين غرزة من غير تزايد تمام ده تكراري هو المفترض اني تشغل تلاتة عادي واحدة تزايد فتعالي نشوف ما بين التزايد والتزايد في كم في واحدة للمجموعة السابقة واتنين للمجموعة اللحقة فاشان كده يبقى كم تلاتة اللي هم موجودين والمفترض يكونوا موجودين ما بين التزايد والتزايد ثالتة تمام السطر الخامس هنشتغله بدون تزايد. السطر السادس تمام مش هنشغل بقى قاعدة دي هنشغل على القاعدة اللي هي دي اللي هي ايه هنشغل غرزة بدون تزايد غرزة بدون تزايد تزايد وبعدين غرزة الشغلنا على كم غرزة 1 2 3 4 5 نقرر 1 2 3 بدون تزايد وبعدين تزايد وبعدين غرزة بدون تزايد تعال نشوف ما بين التزايد والتزايد في ايه اجي ايه 1 1 للمجموعة اللحقة و 3 في المجموعة السابقة واللحقة 1 2 3 4 تمام كده السطر السابع هيبقى دفردي بدون تزايد تمام كده طب هنشغل السطر الثامن هنعمل ايه هعمل 1 2 3 4 بدون تزايد وبعدين تزايد في الخمسة وبعدين الستة بدون تزايد لان انا هنا كنت في السادس بشغل على خمس غرز هنا في الثامن هشتغل على كم 1 2 3 4 5 6 نقرر تاني 1 2 3 4 تزايد وبعدين واحد اه تعال نشوف ما بين التزايد والتزايد كم واحدة للغرزة السابقة وفي عندي اربعة يبقى عندي كم 1 2 3 4 5 طب السطر التاسع هيبقى بدون تزايد طب السطر العاشر انا بصي بمشيكي على الاساس ان انت ايه لو هتعميلي لكل المقاسات كبار او صغار او اي مقاس انت عايزين السطر العاشر هتشغلي ايه انت كنت هنا بسيبي اربعة يبقى هنا هسيب 5 1 2 3 4 5 تزايد وبعدين غرزة اتشغل على كم غرزة 1 2 3 4 5 6 7 ارجع تاني اقرر 1 2 3 4 5 وبعدين تزايد وبعدين غرزة بين التزايد والتزايد كم 1 2 3 4 5 6 اتفقنا؟ طب السطر الحداشر بدون تزايد تفضلي تشغلي كده لحد المقاس اللي انت عايزاه اهم حاجة ان احنا قبل ما نبدأ نحرد لازم نكون وقفين عند السطر اللي بدون تزايد السطر ده اللي هنبدأ نقفل فيه افترض يعني ان احنا وصلنا على الحداشر على التلاتاشر يبقى دايما السطر الفرجي بيبقى ايه بدون تزايد لازم تكوني توقفي هنا لو انت وصلت للماس وقفي عند سطر التزايد عشان لما نيجي نقسم الباط والصدر نقسم بقى التقسيمة بتاعتنا لازم نشغل في السطر اللي بدون تزايد اجي اول معلومة طب انا هلشغل بقى كده ازاي؟ هفضل بقى الشغل هلشغل كده وخلاص؟ لا هات الشغلي كده انا هكون حطالك جدول فيه دايما صندوق الوصفة وحطالك الرابط بتاعه فيه حردة الابط وطول حردة الابط لكل المقاسات خاصة للاطفال ماشي انا في الجدول ده انا اللي عاملاه انا يا جماعة بترونيست اساسا يعني انا اساسا كان عندي مصنع وانا اساسا بترونيست فعشان كده انا لما بعمل جداول فبعملها جداول مزبوطة غير اللي موجودة على انت مش بعتمد على بعتمد على بتروناتي انا لان بترونات او ارقام البترونيست غير ارقام الناس اللي بتشغل في الكروشي العادي بيعملوا اجتهادا يعني مشكورين لكن لما حد مثلا يكون هو اساسا بترونيست فانت بتاخدي منه الارقام مزبوطة انا عاملاه للجدول فيه الارقام مزبوطة هتفضلي تشغلي بالأسطر دي بالتزايد ده ماشي لحد ما توصلي من عند الكتفة لحد الاخر كده لطول حردة الابط ودي هتجي بيها زي ما قلتلك من الجدول حسب السن اللي انت بتشتغليله خلاص كده الكلام يبقى احنا هنفضل نشغل كده اخر سطر هنكون شغالينه سطر تزايد عشان لما نيجي بقى نقسم ونبدأ نشبك السدر اللي نعمل للحردات والكلام ده كل يكون في سطر اللي هو ما فيهوش تزايد طبعا انا هنا شرحت لك التزايد والحاجات دي كلها الفيديو اللي جاي ان شاء الله هشرح لك القاعدة اللي ازاي تقسمي بيها اي مقاس ايا كان وباي غرص تقبل الاسمه بقى على اربعة ما تقبلش احنا ده ما يمناش لان دي مش قاعدتنا احنا ما بنعملش اسمه على اربعة زي المعتقد القديم يعني ان شاء الله ستنيني الفيديو اللي جاي بإذن الله هقولك برضو الفيديو ده وتابعيني لان انا هقولك حاجات كتير ولو انت مبتدأ في الكرشي صدقيني هتكتسب المهارات من عندي كتير انا هنقلك المهارات اللي عندي كلها اللي تعلمتها من قزة من خمسين سنة وخبرت خمسين سنة انا هنقلهي لك خطوة بخطوة بحيث ان انت يكون عندك ثقافة في الكرشي الكرشي مش مجرد يا جماعة انت بتعرفي تمسكي عمود وتشتغلي يا ما ناس بتعرف تمسك الابرة وتعرف تعمل عمود بس ثقافة الكرشي مش عندهم انا عايزة اسبت عندكم ثقافة الكرشي ومعلومات الكرشي الغنية اللي تخليك تقدري تعملي اي منتج انت عايزة ما تنسيش تستنيني في الفيديو اللي جاي امر بس قبل كل حاجة عايزة بس تشترك في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل جديد انا بقدمه ودايما تابعي صندوق الوصف هحطيلك فيه حاجات مهمة كتير والى لقاء اخر في حلقة قديمة ان شاء الله